في خبر عاجل ورد قبل قليل أيدت المفوضية الأوروبية موقف إسبانيا الجديد بخصوص مصير الصحراء المغربية كمنطقة تتمتع بحكم ذاته تابعة للمغرب لتدعم بذلك تغييرا مفاجئا في موقف الحكومة الإسبانية وأيضا في موقف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وقالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم سؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الاتحاد الأوروبي يرحب بأي تطور إيجابي في العلاقات التنائية بين دول الأعضاء والمغرب والذي من شأنه أن يفيد في تطبيق الشركة الأوروبية المغربية وأضفت المتحدثة أن الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ديمستورا لتوصل إلى حل سياسي عادل منطقي عملي دائم ومقبول من الطرفين لقضية الصحراء المغربية ويعتبر هذا التأييد هو صفعة جديدة تنضاف إلى قائمة الصفعات التي يتلقها النظام الجزائري المسؤول الرئيسي عن هذا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا والذي يبدو أنه وجد طريقه إلى الحل النهائي ترجمة نانسي قنقر